اشتركوا في القناة توجيهات وزير صناعة وتجارة والسياحة للرقي بمستوى خدمات إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وإدخال أحدث التقنيات في مجال رقابة على تجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة هذا وقد تم تطوير هذه الأجهزة بناء على مواصفات معينة للجهاز الرقابي في مملكة البحرين في مختبرات شركة بي ان ليزر الألمانية تعد هذه التوسعة مشاهدين خطوة تكملية للمراحل السابقة من مشروع الوزارة للخطة الخمسية 2013-2018 لتوجه نحو الدمغة النظيفة وتقليل الاعتماد على طرق الوسم اليدوية التقليدية إضافة إلى زيادة الطاقة الانتاجية الكلية للإدارة من حيث مصوغات المعادن الثمينة والمجوهرات المتداولة في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية وسيتم الاستفادة من الأجهزة الجديدة في زيادة الانتاجية وفق معايير الجودة العالمية في مجال وسم ودمغ المشغلات المعدنية الثمينة أعلنت شركة بي اف جي انترناشنال عن عزمها لإطلاق مشروع رائد بتقنيات الثروة الصناعية الرابعة اندستري فور في مشاءة الشركة في منطقة ميناء سلمان ويهدف المشروع إلى أتمتة مصانع بي اف جي انترناشنال ودمج جميع مجالات أعمالها من خلال برمجيات أساسية والتي ستقوم بتزويدها المؤسسة الشركة كيو اي او تكنولوجيز حيث سيوفر ذلك للشركة المصنعة شفافية تامة عبر سلسلة الإمداد بأكملها بدءا من العميل وحتى الموردين كما سيعمل أيضا على تحسين عملية الانتاج ويساهم كل من مجلس التنمين اقتصادية وصندوق العمل تمكين في دعم هذا المشروع الضخم وتشكل الثروة الصناعية الرابعة اندستري فور اتجاها متناميا لنظم الإلكترونية أي الأتمة وتبادل البيانات في مجال تقنيات التصنيع حيث تستخدم الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية والحوسبة الإدراكية من أجل خلق مصانع ذكية يمكنها الاستجابة لتغييرات على نحو فوري لتصبح بذلك أكثر فعالية وكفاءة ننتقل الآن لنتابع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى 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 وصلنا إلى فقرة البورصة ومع إغلاقات البورصات الخليجية لهذا اليوم التي جاءت متبينة نشاهد السوق المالية السعودية التي أغلقت في المنطقة الحمراء بنزول نسبته 0.30% عند مستوى 7.094 نقطة وتصدر انخفاض مؤشر البنوك التجارية والمرافق العامة ننتقل إلى البورصة الكويتية التي أغلقت على ارتفاع بنسبة تقارب 18 نقطة المئوية عند مستوى 6.851 نقطة وذلك لقوة التداول على الأسهم المدرجة في قطاع الرعاية الصحية والنفط وأيضا الغاز ننتوجه إلى سوق مضابي للأوراق المالية الذي جاء منخفضا اليوم في تداولات اليوم عند مستوى 4566 نقطة عند مستوى 0.24 نقطة وذلك عائد لضعف تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بالمقابل سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة قارب 17 نقطة المئوية عند مستوى 3633 نقطة لقوة التداول على مؤشر قطاع البنوك وأيضا السلاع الاستهلاكية في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة قارب 18 نقطة المئوية عند مستوى 5024 نقطة وذلك عائد لانخفاض جميع مؤشرات البورصة العمانية بالنسبة إلى بورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أقفلت أيضا على انخفاض عند نسبة قارب 13 نقطة المئوية عند مستوى 1327 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و364 ألف سهم من قيمة جمالية تجاوزت 383 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 33 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 65% من قيمة الجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر